للتعليق ينضم إلينا من لندن سيد يحيى حرب الكاتب الصحفي سيد يحيى أهلا ومرحبا بك في برنامج من لندن يعني في البداية نية الحكومة البريطانية تقليص المساعدات الاجتماعية كيف يمكن أن ينعكس هذا على المجتمع البريطاني؟ أحييك يا أخي الكريمة وأحيي مشاهديكم العزاء طبعا الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية أولى أبدأت نية الاتخاذه خطير جدا وسيتكون له آثار كبيرة على قطاعات واسعة من المجتمع البريطاني سواء العاملين أو غير العاملين يعني الذين لديهم وظائف دنيا ورواتبهم محدودة أو الذين هم عاطلون عن العمل أو المضطرون لعدم العمل كالمرضى كالمتقاعدين كالعائلات التي يديرها إنسان واحد كالأم أو الأب مثلا سينجل مام كما تسمى هنا فهؤلاء سيتأثرون بشدة من هذا الخفض أو هذا القطع في المعونات الاجتماعية ونحن نعرف اليوم الظروف التي يعيشها هؤلاء هي أصلا ظروف صعبة ستنعكس على قطعات كبيرة ليس فقط على مستوى المعيشة أو الأكل والشرب والحياة اليومية بل على مستوى الإيجارات فأنا أعرف مثلا أن شروط الإيجار اليوم صارت صعبة جدا الملاك لا يؤجرون لمثل هؤلاء الذين لا يستطيعون أو غير مضمونين لأن يدفعوا باستمرار وبالتالي المالك اليوم يختار من بين الذين تقدمون للإيجار وبالتالي هؤلاء سيكونون عرضا لأن يكونوا مشردين في الشارع وليس لهم من يعيلهم أو يساعدهم قرار الحكومة البريطانية أعتقد أنه صعب لن يمر بسهولة سيلقى ردة فعل واليوم شهدنا الكثير من ردودة الفعل على بستوى الإعلام حتى الآن وعلى بستوى الكثير من القطاعات نددت بهذا القرار كيف وجدت تفاعل الصحافة مع هذا التوجه سيد يحيا نحو خفض المساعدات ونية الحكومة في ذلك كيف وجدت هذا التفاعل من الصحافة البريطانية الحقيقة هذا الخبر أصبح اليوم العنوان الرئيسي في مختلف وسائل الإعلام ليس فقط في الصحافة بل حتى في البي بي سي وسكاينيوز حتى في وسائل الإعلام والإذاعات والتلفزيونات أيضا في بريطانيا وخاوة الرئيسي مواقع هناك محطات إعلام كما تعلمين إخت العزيزة هناك محطات إعلام محلية إذاعات محلية برامجها مفتوحة للتعليق على هذا العمل تشارك فيها قطاعات كبيرة من الناس الكل يبدو استياءه الكل يبدو اعتراضه على هذا القرار الذي لا يبرره طبعا المؤضع الاقتصادي للبلد معروف أن حزب المحافظين أخت العزيزة معروف هو يعتمد هذه النظرة إلى الناس بأنه بقطع المعونات يدفع الناس إلى العمل ولكن الآن الظروف مختلفة اليوم البلد كله في حالة نوع من نوع من الكساد الاقتصادي الحركة التصويرية بعدها ليست ناشطة ليس هناك وظائف في الأساس لكي يتوجه إليها هؤلاء ثم وهذا الأساس هناك قطاعات واسعة من الذين سيتأثرون مما لا يستطيعون العمل في الأساس لا يستطيعون العمل كمرضى أو كما قلنا العوائل التي يدورها أفراد أي المضطرون لأسباب صحية أو اجتماعية لأن يكونوا بلا عمل هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة قطع المساعدة عنهم بهذه الطريقة سيؤثر على حياتهم تماما ترجمة نانسي قنقر